السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة في قناة يومية الدنيا وابدعتها في وصفتها النهاردة بقى مش جاي لكم في وصفة يا بنات أنا مغيرة محتوى للقناة شوية النهاردة جاية معاكم نعمل مع بعض روتين روتين كده للمطبخ بعد الفطار للناس اللي بتبقى بعد الفطار زي حاليتي كده يعني دوبك باكل بحس ان أنا خلاص ما عدتش قادرة عايزة الأكل بديه هبطني بتريقة صعبة قبل الفطار أخف بكتير من بعد ما باكل فبقى مش قادرة أن أنا أقوم بعمل المطبخ وطبعا كلنا عارفين بعض الفطار المطبخ بيبقى شكله عامل إزاي كوب بيات عصير على أطباق الأكل على الحلل على مش عارف إيه فأنا جاي لكم طبعا أنا عارفة كلكم بانوتات شطرين وستات بيوت شطرة بس أنا قلت نعمل روتين تشجيعي كده نشجع بعض كده أنا عن نفسي يعني من الناس اللي ما بشوف روتين بتشجع جدا يعني بحيث أنا عايز أقوم هيد الدنيا بتوفمين قصدي فأنا قلت نعمل كده مع بعض روتين تشجيعي كده بسيط رب كده يعجبكم كل هتفرج على الروتين ده حيحيث أنا عايز أقوم يعمل كل حاجة فهمين أنا مني واحدة كده تعالوا كده نشوف نحنا بنعمل إيه مع بعض في الفيديو أنا أقول حاجة فضيت بواقي الأكل اللي عندي كنت عاملة رز بسمتي بالبسلة بنكهة الفحم كان حلو جدا والتواجل اللحمة كده بالبصل المكرمي الكباب حلة إن شاء الله بإذن الله بقى نزل لكم الوصفات بتاعة الأكلة دي بعد الفيديو الروتين إن شاء الله بإذن الله وبواقي العصير مش هنسيب طبعا درق العصير فيه شوية عصير لا كابتهم كده في برتمام عشان يعني أفضي الدرق والإزازة اللي كان فيها وده سوبيا برضو فضيتها في كوباية كده عشان نخسل الإزازة مش عايزة حد بقى يقول هواحنا مش بنعرف نخسل المواعين هواحنا مش بنعرف نروأ لأ كلنا شطرين وكلنا ستات بيوت شطرة ربنا يديكم الصحة والعافية يا رب الله أمين ويديني الصحة والعافية يا رب وإن أنا أقدر أخدم بيتي وولادي ويعيني يا رب على رمضان ويعينكم كلكو يا رب وربنا يجعلوا شهر كده مغفرة لينا وعطق من النار وجعلنا كده من الناس اللي ربنا يرحمنا كده رب برحمته أول حاجة هعملها هجيب شوية من الفيبة أو أي مسحوق بريل وما علاقة من الخل كده عشان نرغي كده البريل مع بعض كده بالخل الخل معلقة الخل دي بتدي لما حلوة للكبيات وللأطباق الإزازة وبتعقم كمان كويس جدا طبعا هبتدي أخسل الموعين هبتدي بالكبيات وبالأزايز والدورق الحاجات اللي كان فيها المشروبات يعني كبات الشاي كبات القهوة وهكذا خو بعد كده هبتدي بعدها لطول بالأطباق وفي الآخر خالص الحلل والتصاط وكده طبعا كلنا بنعمل كده أنا عندي بعمل عاملة سبونشة كده للكبيات والأطباق وفيه سبونشة كده بنضف بيها الحلل أول قبل ما بخسلها باللسبونشة بتاعة الأطباق والكبيات يعني تتشوفوا معي في الفيديو دلوقتي كل التفاصيل بتاعتي تنسوش بقية يا بناتوا حطوا لي لايك على الفيديو وبالله عليكم وعملوا شير للفيديوهات بتاعتي شايروا مع أصحابكم على الواتس وعلى الفيس وفي كل تطبيقات يعني علشان علشان يعني أكبر حد من الناس يدخلي كده ومشتركين كده تزيد وربنا يكرم يا رب اللهم أمين نرجع بقى كده لما رجوعنا ببعض أنا حسيت والله إن أنا عايز عمل لكم روتين ده منه تشجيعي ومنه إن إحنا نقعد يعني قاعدة دردش معاك وكده ونتكلم شوية برضو يعني دايما في الوصفات بتاعتي ببقى يعني أنا بطلع بقول الوصفة وببقى طبعا يعني قصة من الفيديو كتير جدا يعني في الوصفة وكده ممكن الوصفة تقعد أكتر من ساعتين وفي وصفات بتقعد أكتر فأنا طبعا بعملها لكم مقاطع وبقى قصةها لكم على الأدى ما بقدر يعني في المونتاج وكده فطبعا أنا برضو هنا في المونتاج يعني مسترع الفيديو ده الفيديو ده أخذ مني تقريبا يا بنات طبعا أنت بتحميلي أي حاجة خارج الكاميرا غير داخل الكاميرا خالص سواء وصفة أو زي ما إنتوا شايفين روتين أنا أول مرة أعمل روتين معاكم بصراحة يا رب بس يعجبكم والفكرة تكون عجبتكم عايزة بقى رأيكم في الكومنتات اللي عجبه الروتين وعايزنا نكمل فيه هو متعب جدا بصراحة بس تمام ماشي أعمله على حسب أنتوا حابين إيه لو أنتوا حسين أنتوا هتشجعوا بالروتين بتاعي وكده خلاص يبقى نكمل شوية روتينات شوية وصفات كده يعني نغير من محتوى القناة عشان ما تملوش وتزهقوا من القناة يبقى متنوعي يعني وكده أنا بقول لكم أنا مني واحدة من الناس اللي بحب أتفرج على قنوات الروتينات بصراحة بس تكون روتينات محترمة للأسف فيه روتينات ربنا يهدي كل الناس يعني بتبقى مش قادرة أعلق أكتر من كده بس لكن أنا فيه قنوات محترمة جدا جدا وكبيرة قنوات كبيرة جدا ومحترمة قوي 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 ما شاء الله بيعمله روتينات يعني لائقة كده وتليق بيهم وفي نفس الوقت بيدوكي فكرة بتاخدي فكرة في الروتين بتتشجعي كده فاهمين قصدي فأنا يعني حبيت إن أنا أعمل الروتين عشان نتكلم مع بعض زي ما بقول لكم الوصفة مش بنتكلم كتير فيها يعني دوبك أنا بطلع بس بقول الوصفة بقول ما قدرها بقول إيه بتحط على إيه وكده فمش باتكلم معكم أنا ما حازت إن في الروتين حنتكلم أكتر حلتعرف على بعض أكتر يمكن تعرفوني أكتر للناس اللي حب تعرفني طبعا أكتر فأنا زي ما بقول لكم يا بنات أنا في رمضان سبحان الله يعني أنا بفتر وبقوم بشرب الشاي ببقى مش قادرة إن أنا أتحرك من مكاني خالص يعني غير اللي منها دي خالص وطبعا ببقى عايز أقوم اللي عشة بتأذن عليها وأنا قاعدة فعايز أقوم أصلي اللي عشة وأصلي التراويح عايز أقوم أقرأ القرأ القرآن لو ما كنتش قرأت قبل الفطار يعني بس أنا معظم القراءة بتاعتي بتبقى بعد الفجر في الهدوء بتكون الأولاد نامت بقى دنيا نامت عندي وكده في الدنيا هادية بصال الفجر واعد بقى إيه لحد الصبح كده أقرأ كده بقول لنا فرمضان مش بنقوم بدري قوي يعني لأن طبعا معنا وقت كبير جدا نامت في الأكل وأنا من الناس برضو اللي مش بضيعها وقت كبير في المطبخ ياها مش من الناس اللي لا لازم تقول من رمضان أقص في اليوم أعمل وصفة واثنين وثلاثة واربعة لا لا خالص الأكل اللي هو العادي لو بتاع اليوم العادي الطبيعي بتاعنا بعمله عادي في رمضان وكده بس بيزيد بقى العصاير لو صنف حلويات لكن طبعا هو رمضان مش يعني مش للأكل وبس لأ طبعا هو عادي زي أي يوم عادي بنحضر فيه الفطار الوجبة بتاعتنا الأساسية اللي هي مكان الغداء يعني والسحور بس طبعا وجبة السحور بتبقى يعني بنحاول يعني نعمل فيها كذا صنف كده بس علشان خاطر ايه نقدر نقوم الصيام والأولاد اللي بتصوموا كده ربنا يعينهم يا رب تمام أنا هنا بقى مسكت كده جزء الرخمة ده غسلته كده وهنشفه عشان ابتدي ان أنا أصفي عليه الموعين اللي أنا غسلته أنا بحب أصفي الموعين مش بعين الموعين في الضرفة من غير ما تتصفى وبسيبها تصفي خالص لحد ما تنشف تماما وبعد ما بخلص بقى الموعين والبتوجاز وأرديط المطبخ وكده بابتدي بقى رص الموعين بتاعتي على طول الأطباق والكبيات بتبقى على طول في الرشاء يدوبك بخسل وبشطف وبحط في الرشاء أما الحلل طواجن زي دي كده مثلا آه كده بصفيها بقى حطفوطة وصفيها أو أحطها عادية أخسل الرخمة بس كويس مطرح اليوم وكده ونشفها وبتدي ان أنا آه يعني أصفي عليها الموعين وكده طبعا أنا هنا مصرع لكم الفيديو جدا بقول لكم يا بنات أنا الفيديو ده أخد مني تقريبا والله انت هتتحكوا علي أكتر من 3-4 ساعات يمكن آه أكتر يعني أنا آه يعني مخلصة تقريبا ساعات نجر بالليل أو حاجة باكت ليه بقى أخد مني وقت أولا لأن في نص الفيديو يعني بعد الفيديو كده عملت اللهم صلى على النبي بارك لنا فيه اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد والقالي وأصحابي أجمعين صليت للترويح والعيشة فده وقت بردو أخد مني وقت والتصوير أقول لكم غير الحياة الطبيعية يعني أنت طبعا بتعملي طبيعتك بتبقي وقفة براحتك مش مقيدة باللبس معين أو بكاميرا قدامك لا طبعا أنا الكاميرا موجودة فأنا في حاجات معينة بزهرها وحاجات لا طبعا في حاجات ما ينفعش تطلع قدام الكاميرا فأنا طبعا ملتزمة ده فأن انت تشتغلي كاميرا وتشتغلي قدامها دي صعب جدا مش سهل فطبعا أول حاجة أنا عملتها في الفيديو صرعته جدا الفيديو ده بعد ما يعني حدت المقاطع مع بعضها تقريبا معي ساعة ونص أنا خليته لكم تقريبا أقل من نص ساعة أهو 28 دقيقة يعني خليته لكم نص ساعة تقريبا عشان ما تملوش برضو من الفيديو تزهقوا مني وكده يا رب بس تكون خفيفة كده على قلوبكم فبقول لكم ما كان مني وقت كبير يعني وأنا والله بقالي كذا يوم ببانتش في الفيديو ده تقريبا كان يا ثالث يوم رمضان يا ثاني يوم رمضان مش متذكرة بصراحة بس هو كان عندي مشكلة في النيت وقلنا بتصور لكم كذا حاجة والله عندي وكده وليسا مخلصتش منتجها كذا وصفة وكده إن شاء الله بإذن الله يعني بس كان عندي arribحة النت مكانش موجود عندي فعملنا مبارح وكده نهاردة بقى كنت مجاهزة الفيديو بس هنوقف على المونتج والأهون أنا سجل صوتي كده فمنتشته وسجلت صوتي comme atlanta وهمت دي بقى ان شاء الله ينزللكم нهاردة خلصنا كل الحلل وكده نحن نخسل الأزايز أحب أخسل الأزايز بالفيبة من بره أخسلها كويس جدا بالفيبة والمية شطفها كويس جدا من جوة من بره قبل فيديو مقطع الأزايز جاء لكم كده كل البطاية اللي استخدمتها بتاعت الحود بتاعت اليوم بنقحها بشوية مسحوق وماء سخنة وشوية خلق وشوية كلور وبنقحها على ما بخلص مطبخي بخسلها كويس جدا جدا كده وبنشرها في المطبخ الفوط دي فوط الحود مش فوط الطبخ الفوط الطبخ بجمحها على آخر اليوم أو بجمحها على يومين وبخسلها في الغسالة بعمل لها دورة في الغسالة بكلور وبغليها وشوية خلق ده اللي هي الفوط التقيلة اللي بنمسك بها الحلل وكده أما الفوط اللي هي بنمسح بها الرخامات بنمسح بها البتوجاز بنلمع بها أي حاجة لأ ديت بخسلها بنقحها كده هوم منقع قدامكم في بولة بشوية مسحوق وثلاثة أربعة فوط كده لازم يومين نعمل كده أعقم الحاجة واختلها كويس جدا ادعو لي بقى يا بنات بالله عليكم دعوة حلوة كده من قلبكم رب الله يشفي لي كده دراعي كده وارجع لطبيعتي أنا والله الحمد لله بقيت حسن بكتير بس يعني فعات كده بفقد السيطرة عليه خالص فبزع القوي يعني لأن أنا ما بحبش يعود يعني بحب أعمل كل حاجة بإيدي وبحب محبش حد يعني ربنا بيحوق حد لحد ودينا الصحة والعافية كلنا يا رب الله وما أمين ويعيننا يا رب على شغلنا اهو البطين خلاص بعد ما اتنقعد شوية زي ما تشوفين بنسكها بقى ادعكها كده كويس جدا واخسلها حلو قوي 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 بعد ما اتنقعد بتكون ناس دي لتبقى أي حاجة فيها شوية كلور زي ما قلتلكم وشوية مسحوق بودر وشوية خل أو شوية كلور ألوان أي حاجة وباخسلهم كويس وبنشرهم بقى بنشرهم على البتو جهاز دول بينشافوا بسرعة الترويح من بيت الله الحرام يا رب يوعدنا يا رب يدعو لي يا بنات بالله لك وامنية حياتي نانات العمر أو حج يدعو لي كده وكل النفس ويطلع كده يا رب نكون صحبة كده كلنا مع بعض اللهم أمين في عمر أو حج يا رب اللهم أمين فغسلتهم وخلص وخلصتهم هوا هنبتدي بقى ندخل اخر حاجة خلصنا الموعين بتاعتنا كلها وغسلنا الازايز بتاعت وملانياء وملاناها عشان الصحور طبعا هنبتدي بقى نخسر البتوغاز بصوا بقى يا بنات البتوغاز بقى مفيش في حاجة والله انت لو كل يوم ايدك في البتوغاز البتوغاز بتاعك هيبقى بيلمع وبدال فل لكن للناس اللي بتسيب البتوغاز باليوم وبالتنين وبالاسبوع بتجي في تنفيضة مطبخ مثلا بتبقى عايزة زادة بورة على مش عارف كمية كم مساحيق وبتتعب وبتهلك عمتا يا بنات في اي حاجة في شغل البيت سواء مطبخ او البيت عمتا انت لو ايدك في الحاجة دايما الحاجة هتفضل معاك جديدة وانضيفة جدا لكن لما بتسيب الحاجة تتراكم على بعضها بيجي عليكي بتحس ان انت لما تيجي هتنفاضي او تيجي تعمليها بيبقى مجهود جامد فانا يوميا بعمل البتوغاز العامل اللي انتوا شايفينها دي بخسله كويس من الاجناب وبخسله كويس كده بشيل العيون بتاعته وبمسك الحيطة لجنبي البتوغاز انا عندي ازازة البتوغاز للأسف مكسور من زمان قوامين كذا سنة يعني وما تعملش طبعا فانا متعودة يعني سايب البتوغاز بفريك كده من غير غطأ فبقولك بمسك الحطين كده اي طرتاشة مثلا اي بوق نقط زيت لو كنت بتقلي حاجة بنسك بالسلكة الخشنة كده ونقطة مسحوق وبمسكها اخسلها كويس ونشفها والبتوغاز هكذا والله ما تضغشوات خل مع شوات فيبا عشان بتوغازك يفضل يلمع وحل ومهم جدا بعد ما تخسليه وتنشفيه كويس تنشفيه كويس دي بتننشفه بتننشفه التنشفه دي هي اللي بتلمع البتوغاز وتخليه بيلمع وتحس ان انت وقفه قدام مرعي انا مش هكذب عليكم العيون ممكن ما عملهاش يوميا هي اللي هي عيون البتوغاز انا ممكن اعملها مثلا كل يومين على حسب استهلاكك ايه للبتوغاز يعني لو انت كل يوم بتقلي ومشاء الله اسرة وعيلة كده كبيرة وتطبخه كميات كبيرة هتحتاجي تعمليها للأسف يوميا هي وحوامل البتوغاز اللي انتو شايفينها قدامك لكن لو زي حالتي اسرة زق النونا كده يعني اربع افراد فمش هيبقى طبيخ ومويل جامدة فممكن يوم ويوم اللي هي عيون البتوغاز انا بس ما بسيبش عليها النقطة السودة يعني انا زم انتو شايفين كده لمجرد ان جعل العيون كان نقطة سودة كده شلتها على طول من طبيخ اليوم وابتديت ان انا عدت برضو شوية بريل ولا مساحيق ولا باور ولا اللي هي العجينة اللي هي بتاعتك بتوغاز بين ولا اسمها بتاعت مايوي دي مش فاكرة اسمها الهلوبة مش لازم كل ده مش لازم والله العظيم انت اديك في الحاجة الحاجة هتبقى زي الفل ومش هتحتاج منك ان انت تهلك نفسك وصحتك بدمك ايدك فيها لكن طبعا الا اذا بقى كنت تعبانة اقول معك ظروفك يعني ربنا يديكم الصحة والعافية يا رب انا بشكل بالك وان بيجي على اوقت بسيب الحاجة من تعبي بس دي يعني مضطرة فاهمين قصدي لكن انا كويسة والحمد الله رب اني عاطيني السحة بست شوية تكسل اللي بعد الفتر ده لاني قمنا خلاص مطبخنا كده حتى تدخلي على الصحور تبقى لكي نفسك كده تعملي الصحور لولادك ولزوجك وكده وبلاش كده كمان بعد ما تخلص التراويح ممكن تبقى عايز تعملي حلويات لولادك مش تبقى دخلة بصة للمطبخ اللي بتجزق عليه كمية الدهون لا تعد ولا تحصى والحضمة لان بالمواعين والارضية مشت تحطي مش عارف وتعملي وتشيل طب ما انتي هتقافي تعملي حاجتك ازاي استحالة يجيلك نفسها تقافي تعملي حتى كوباية الشاي فاهمين قصدي لكن طول ما احنا قدينا في الحاجة اول باول هتبقى معانا زي الفل اهو انا مسكت عيون البتجاز بالسلك الخشنة وشوية ابريل وشوية خل ودعكتم كويس جدا وشيلت من علوم اي نقط سودة او اي دهون وزي ما انتو شايفين بقوا معايا بالمعمو زي الفل والله ما حطيت معاكوا اي مساحي ده سر لما عن البتجاز ان انتي ايدك فيه يوميا فان العيون ممكن بقى انهاء يعني عملتها اليوم ده تاني يوم ما عملتاش مثلا حاسيت ان انا ما قلتش مثلا حاجة محتاجة لا بس طبعا مش معنا انا ما عملش العيون ما عملش البتجاز ده الحوامل اللي هي السودة اللي في الحوض قدامك دي والبتجاز يوميا وساعات مرتين في اليوم طبعا لو بعض الفطار بتعمليه وبعد الصحور برضو مكان سخنة العيش انا بكره ردة العيش لما بتنزل على البتجاز بتستفزني بصراحة انا بحب البتجاز دايما ناشف ورايق وفيه لمع اللمع بالتنشيفة الحلوة بالبتانة الناشفة والنظافة بتاعته طبعا من غسله كل يوم ساهمين قصد ازاي لكن الحملات دي الحوامل دي انا بمسكها يوميا مع البتجاز اللي هو البتجاز اللي هو سطح البتجاز والجوانب بتاعته ووشه اللي هي المراية بتاعت الفرن بالعيون بنسكهم بالسلكة وبعدين بالبطانة المعصورة مرة واثنين وثلاثة وفي الاخر بنشوفه وببقى زي الفل لو انتظنتي في موضوع البتجاز دا يوميا زي ما انا بقولك والله العظيم ما هتيجي في تنفيضة واتلاقي مطبخك مترقم علي الدهون ولا بتجازك عملا تنظف فيه ومش بينضف وكمان هيقدم انا بتجازي دا بقاله 11 سنة بنات والحمد لله يعني الحمد لله اللي هو مالك الحمد ممكن اصلح فيه بقاله هو الشواتب ما قايرتش فيه حاجة من 11 سنة والحمد لله يعني اللهم لك الحمد والشكر غسلنا العيون البتجاز وغسلنا الحوامل واحنا شوفنا قبل كده غسلنا البتجاز نفسه ونشفناه بالحطين اللي جنبه الجزء اللي جنبه وتخديها كده تلميعة في طريقك بتتبقى نخسل الحوض عشان يلمع معناه هو كمان ما والحوض دا برضو باعتباري طبق بتكلفيه اي حاجة تقع فيه غطأ زيزة بتاعك فلازم الحوض دايما يبقى برضو شوات بريل وشوات خل انا بعتبر الخلي يا بنات ايه نوع من انواع مسحيق في مطبخة ايه مش حاجة للأكل فهمين قصدي بستخدمه في كل حاجة اشوف وبعقم بيه حلو جدا في التعقيم ايه واللمع شايفينا لما غسلت الحوض بالخل والبريل وابتدي بقى بشطف في الحوض بقى عامل ازاي؟ ده بقى النهاية السعيدة فعلا ما تقوليش ايه نهاية السعيدة بعد النهاية دي منظر الاولاني قبل وبعد هو ده اللي قبل وبعد يا ربا بس ما تكونوش زهقتوا مني ويكون الفيديو كده عجبكم اهو انا كنتش رسنا عملت جوانب اللي بتجاز شايفيني جوانب اللي بتجاز عندي بتحسوا ان هي مش بحتانة كده بمطرح طبعا طبيخي اليوم وهكذا مسكتها غسلتها اهو مسكتها بالسلك الخشنة او بالسلكة النعمة المتوفر بس انا بحب السلك الخشنة بتنظف كده وبتساعد بسرعة كده بتنجز معي مسكت العيون غسلتهم كويس هو وهبتدي بقى ان انا انشف اشيل كل المسحوق ده وانشف بالفوتة زي ما عملت على سطح البطوكة والله بكده البطوكة الفضان معك زي الفول هكذا الحيطان اللي جنبه لما برضو كل يوم تمسكيها بالسلكة كده وبالبطانة وتلمعي هكيجي بقى انت بتنفضي تخياله هتشوفه في نهاية الفيديو ده ان شاء الله لو كملتوه يعني هتشوفه المنظر المضخ نديف انا هجا نضف المضخ مثلا لاخر رمضان هعمل ايه؟ هيبقى حاجات بسيطة مجرد تلميعة مجرد بطانة بكلور او بخخ عاملة فيها مساحيق ورش ونشف مش هيبقى شغل بقى اللي هو شغل اللي انا تعب ومسك وشطة لان ما تضخ نضير نبتدي بقى نركب العيون بعد ما نشوفه اهو هنركبها كلها شايفيه اتعمل ازاي؟ والله يا العظيم يا بنا انتو لو التزمتوا ده ما بقولكوا الحاجات دي حاجات بسيطة الروتين ده بقى معمول للبنوتات الصغيرين اللي زي اخت الزغنونة اكيد هتسمع الفيديو لان بتشوف فيديوهات قمي يا صاموري تشجعي ويعملي المطبخ بعض الفطار وما تكسليش وقفلي الواي فاي ربنا هيبارك فيك يا حبت يا رب تمام اهو خلاص خلصنا كل المواعين بتصفي معي والبتجاز اتغسل من كله وتنشف والحوض والازايز اتغسلت وتملت والكبات كله 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 نضفه بقى زي الفل ايه اللي هنعمله بقى بعد كده لسه فيه بردو شوية تفاصيل بسيطة التربو بتاع البصل والتوم انا حط عليه كده حتة من المشمع الخيامية يعني ديكور كده ديكوريشن كده لزينة رمضان في المطبخ انا بحب زين المطبخ عشان اعرف اقفو حيست بالروحانيات كده لمعت التربو كده كويس والمشمع اللي عليه بردو كده لمعته زمانتو شايفين بردو واقع عليه حاجة حلويات طمر اي حاجة وابتدي بقى انا نروس عليه الازايز بعد ما تغسلت واتملت شايفين انا لازم بردو اخسل الازايز مرتين في اليوم مرة ساعة الفطار ومرة ساعة السهول بالبريل يعني هو كده نيجي بقى الارضية المطبخ هنبتدي بقى نكنس كده مشاية المطبخ او ننفضها كويس جدا ونكنس المطبخ وبعد كده هنمسحه طبعا مسحة تمام شوية بقى ديتول على شوية كلور يبقى زي الفل اللي معاك نبتدي بقى نرس الموعين بتاعتي بعد ما صفت فتحنا الدرج بتاعنا هبتدي بقى ارس المعالي الخشب والسكاكين واللازمينه بقى والحاجات اللي انتو شايفينها دي هبتدي كمان ارس الكبيات والاطباق وارس الحلل ده بعد ما الحاجة بتنشاف لو انت مستعجلة بقى قوي انا بس بها تصفي لحد ما خلص البوتو جاز والارضية بتكون شافت معايا يعني انت بقى مستعجلة عادي جدا يعني ممكن بفوتة نشفة فوتة مطبخ وتبتدي تنشيفي وتعيني متعينيش الحاجة في الألمونتال بميتها اولا بتعمل ريحة مش حلوة وببقى يعني الواضح مش حلو خالص ممكن تعمل حشرات يا بنات كمان الحشرات بتجي عن مية بتدي بقى انا روسي حاجة كده بالراست كده مترميش بقى وتتحتي ده على ده على ده على ده برضو النظام بيساعدك نفسك تتفتح ان انت تشتغلي فاهمين قصدي النظام حلو في كل حاجة طول ما انت منظمة وحاجتك مرصوصة ونظيفة وزي الفل هتلاقي نفسيتك مرتاحة فيه هدوء نفسي عايزة تشتغلي بنفس مش عندك اكتئاب وفيه طاقة سلبية لان عدم النظافة بقى طاقة سلبية بنات انما النظافة كده بتعمل طاقة ايجابية جميلة الرخامة بقى اللي احنا صفنا عليها ومش عارف ايه هنمسك بقى المشمع الخيامية الحلوة ده نبتدي برضو ببطانة بالخل او شو هدي طول وهنلمعه كويس جدا اي حاجة موجودة قدامي هبتدي ان انا نلمعه طاقة التوزيع ده انا فكيته كده عشان هاخسله برضو ايه بالمرة لان هو برضو اشتغل معي طول اليوم انا بشتغل بعادي طاقة البهارات طيلا والشاي والسكر والبن والكاكا والكلام ده انا عندي طاقة البهارات تانية في ضرفة الالامونتال من فوق بتدي بقى انا نلمع الحاجة عشان تبقى كلها بتلمع معي كده على رخامة المطبخ وحس بقى نفسي مفتوحة بقى انتوا فاهمين قصدي اهو يا رب بس الفيديو يحمل معاك وينزل بسهولة اه لان اه هو طويل بس بالله عليك وابدنا تعملوا لايك وقلولي وشجعوني حابين الروتين نكمل مع بعض الروتين اه مش حابينه حابين على قد وصفات نخلينا في الوصفات بس لان معنا كل حاجة بالبطنة بالخال على رخامة المطبخ وتقم التوزيع اللي في الحوض قدامكم ده هنبتدي بقى ان احنا نمعتش غيره هنفرش بس فوطة كده عشان نصفي عليها عشان ما ينزلش المية بقى على المشمع ده ان انا بحب المشمع ده ناشف تحته وتحته كمان يبقى ناشف من قصدي علشان خطر مش بحب المية هبتدي بقى بسلك الخشنة وشوية بريل كده ان انا اخسله عشان برضو يلمع معايا بالرغم ان انا الحاجات اللي كنت بخسلها كنت بخسلها مع المواعين وبعلقها عليه بس انا باجي في اخر اليوم كده اخد بقى الرخامة كده بطولها بكل اللي عليها بقى عشان كده حس بقى بالنظافة كاملة متجاملة شايفين مناشف بقى انشطف الحوت كويس جدا مطرح ايه بما سحيء اهو المواعين صفت بطنب خلي النقطة تخلي كمان وهناعمل اخر حاجة بقى اخيرة الالامونتال معاين مطرح ما كنت مستعجلة وفتحتي كده فتحتي ويدك مش نضيفة مطرح اي حاجة تلميعة حلوة كده للالامونتال هتخلي برضو ده يسهل عليك كتير جدا جدا بعد كده في التنفيذة ومسحنا الارض وخليناها زي الفل زي ما انتم شايفين ونشفت معانا وبتدينا نفرش المشاية وخلاص على كده يبقى احنا كده مطبخنا شايفين المطبخ دلوقتي راق وكفينا المواعين بتاعتنا بعد ما تصفت والدنيا راقت معايا وبقت زي الفل زي ما انتم شايفين ولما عنا الالامونتال ما تنسوش بطنة برضو بخل ولما عنا الالامونتال كويس جدا من فوق لتحت كده وبالجزء اللي تحت والجزء اللي فوق ده بيسهل عليك ان انت برضو ميبقاش اي دهون تتراكم او مطرح بخار الطبخ يا بنات برضو بالالامونتال ما بتكوني مسلا سلقة لحمة او اي سلقة اي حاجة او حاجة بتغلي بمية بتغلي او هكذا بيبقى لامونتال ما غشش كده الازاز بتاعه بيبقى ما غشش فانت ما بتلمعيه بالبطنة بالخليه وبعد كده بتنشفيه بدي اللمعة نفسي لمعت البتوجاز والنهاية بقى السعيدة عود بخور كده تولعيه في مطبخك يعطرلك لحت المطبخ ويبقى انت كده تمام تمام مطبخك عملت بتوجازك عملت جنب البتوجاز انا اخد معي وقت عشان التصوير لكن لو انا مش بصور كل اللي عميته ده مش هاخد معي ساعتين او ساعة ونص فانتين لما تعدي ساعة ونص فمطبخك متخلي زي الفل حيسهل عليك تاني يوم وثالث يوم ورابع يوم فاهمين قصدي ازاي وطبعا عشان كان عندي مكيمية موقعين كبيرة اهو ولا عنا بقى عود البخور الحلو ده نعطر مطبخنا ونتفي بقى النور ونسيب الاضاء الخافتة اللي احنا عاملينها دي والدنيا كده تبقى راقت وزي الفل ما عادش وراك اي حاجة في مطبخك طبعا من ضمن روتين بعد الفطار انا طبعا كن بمساحة الترابيزة الاكلين عليه هياني وكده ولما عتاها بقت زي الفل ايه هنعملو مطرح بقى ما الاولاد غسلت ايديها في الحوض بتاع الحمام وغسلنا وتوضينا وكده طبعا الحمام لازم نبص عليه بصه هنمسك حوض الوش وبرده هنديله غسلة انا حوض الوش ده ممكن نضغط سنة مرتين ثلاثة في اليوم عشان الاولاد ممكن تبقى ايديها مش نضيفة وتمسك الحنفية ممكن تمسك وعندي الحوض فاتح فلازم يبقى في نظافة مستمرة يعني فمن ضمن برضو الروتين زي ما انا بقول لكم هندخل على الحمام الحمام بقى بيتعمل كل اسبوع يعني استرامية بتاع الحمام بكله من اولو الاخر بيتعمل كل اسبوع مرة لكن يوميا الحوض والكبنة والادوات اللي هي يعني الدش المحابس وهكذا شايفين بقى الدنيا في الموضع بيتعملها زيابنات شايفين الجمال ده بقى بالله عليكم مش ده منظر يفتح النفس يعني انت تخش تشتغل بتعمل الولادك كل حاجة يلا كلنا نقوم كده بقى نتشجع ونقوم نعمل الموضع بتاعنا افتحوا الفيديو بتاعي شايفين ويوريكو القلمونتال انا مسكته هو لماعته برضو شايفين فرق ازاي اللامعة بتاعتي فرق الحوض اهو نقطة برسلجلة كده عشان يبقى ريحته حلوة ممكن نقطة نقطة من الكولور عشان عندي الحوض فاتح واخدت الجزء اللي هو السراميك اللي فوق الحوض كده بتصبانا بالحوض اهو وهنصبنه تصبينا معتبرة كده ونشطف والنشف التنشيف هي يا بنات مهمة بتخلي زهوة الحاجة تبان وتلمع لمعة الحاجة بتبان سواء استلس او حاجات فضيات زي كده فاهمين قصدي اهو بكل سهولة غسلنا الحوض والحيطة السراميك دي ونمسك بقى الكبانيه بس اعزاكم الله يعني انا عمرتوش قدام الكاميرا وارضيط الحمام برضو بالفرشة كده وشوية برسل جل والنشف والنهايات السعيدة بقى طبعا تاخدي تدخلي تاخدي شاور والطلعي ازدال نضيف والمصلية بتاعتك والمسك بتاعك واي برفان انت بتحبيه والمصحف اللي هتقرأي فيه ان شاء الله بنكون طبعا غسلين المصلية وغسلين الازدال بتاعنا ويبقى الحاجة نضيفها وزي الفل ومتعطرة وانت دي بقى نفرش المصلية بتاعتنا ونعطرها كده بالبرفان اي برفان انت بتحبيه اعملي بقى لنفسك روحانيات حلوة كده عشان تقف تصلي للعيشة والتراويح وانت في هدوء نفسي والحاجة رحيتها حلوة قدامك والازدال او العباية بتاعتك بقى مزاي الفل انا قبل رمضان بمسك كل المصليات بخسلها وبعطرها وبعنها وبحط فيها صابون في الدولار بيبقى رحيتها حلوة جدا لما باجي بقى اصلي رشد برفان وطبعا بعد المجهود الرهيب اللي عملته اقل مكافئة نفسك تكافئها نفسك انت اخدي شاور حلو وتمسك بقى لما صلى على النبي بارك لنا فيه تاخدي شاور والازدال النظيف بتاعك وطرحتك انتوا فاهمين قصدي وبعدها 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 يا بنات تقوموا ايه واقفين تصلوا كده بنفس وتعتروا الحاجة وتعتروا كده اصدالكم تقدخلوا بعد ما تخلصوا الصلاة بتاعيتكم وصلاة التراويح وصلاة العشاء وتقروا الكرآن بتاعكم اليومي تعملوا بقى نفسكوا فنجان قهوة كده لو انت غوية القهوة زي حلاتي انا بقى اخر حاجة عملتها كده في اليوم قلت بقى اعمل فنجان قهوة كده عشان اقدر ادخل على موال السحور وفوق كده لدنيتي وطبعا انا بقعد لبعد الفجر زي ما بقولك عشان الكراءة بتعملي بقى فنجان قهوة حلوة كده مع علاقتين كده بون مع مع علاقة سكر فنجان القهوة بتاعك مع طمراية حتة شوكولتاية اي حلويات متوفرة عندك هتعملي احلى فنجان قهوة وتقعودي بقى كده في جو هادي تقول لي طبعا الولاد فين الولاد انا لو بريكم برا الكاميرا كانوا عاملين ايه انتم مش هتستوعبوا طبعا بس طبعا انا بكتم الصوت لو انتم الحاجات اللي ريتلقوا من غير مونتاج انتم هتترقفوا بحالة قوية الى ان ربنا يهديهم بجد يعني حس ان هما زي بدلت ما يكونوا بالكلمة حد وهم قاعدين على ضماغي كارفين نعملنا فنجان القهوة بتاعنا نعود بقى كده في القعدة الجميلة انا جبت بقى فنوس شلته والله كنت معلقة شلته قلت بقى عشان نعمل لكم المنظر ده عشان افتح نفسكوا ديكو تقا ايجابية كده ان كلنا نقوم نتشجع ونعمل كده ونقعد بقى نقرأ ونشوف نجان القهوة بتاعنا يارب تكون الحلقة عجبتكم ولايك على الفيديو واشتراك لي لو ما اشتركش عشان يوصلكوا مني كل جديد ويارب الروتنات تكون عجبتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته